بعد احتضانه للمبارتين الوديتي للمنتخب الوطني الجزائري ملعب ملود هدفي بوهران تم غلقه وهذا بسبب تدهور أرضية الملعب حيث انطلقت عملية تهيئة الأرضية والعشب الطبيعي تم الانطلاق في إعادة تهيئة العشب الطبيعي وما زالت العملية متواصلة إلى يومنا هذا ولكن الصورة التي هي أمامكم توضح مدى الجاهزية لأرضية الميدان ومنع المرجحة تكون جاهزة بصفة رسمية مع بداية الشان خاصة وأن ملعب ملود هدفي تم وضعه لإحتضان المجموعة الرابعة والخامسة لمباراية كاسفريقية للعبين المحليين التي تستضيفها الجزائر أما فيما يخص الملعب الملحق فقد تم الانتهاء منه والأرضية أصبحت جاهزة وبهذا سيكون ملعب ملود هدفي يحتوي على ملعبين للتدريبات الملعب الملحق الخاص بألعاب القوى والملعب الملحق الجديد الخاص بالتدريبات والذي انتهت بها الأشغال بصفة رسمية منذ أيام ومن المرجح أن يكون جاهز في الأيام القليلة القادمة وفي ذات السيق ما زالت عملية تنظيف كافة المدرجات متواصلة إضافة إلى تنظيف كل لمضمار ألعاب القوى ومزالت عملية تهيئة ملعب ملود هدفي متواصلة وهذا من أجل الرتوشات الأخيرة حيث أنه من المرجح أن الملعب لا يستقبل أي مباراة إلى غاية انطلاق كاس إفريقيا للعبين المحليين هذا بقرار من اللجنة المنظمة لكاس إفريقيا تفاديا لتأثر أرضية الميدان في المباريات التي ستلعب عليه ما نتمنى فقط هو أن يكون ملعب ملود هدفي بيوهران جاهز لاحتضان مباراة كاس إفريقيا للعبين المحليين خاصة وأن الجزائر ستكون محل أنظار كافة القرار الإفريقية